السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتتوالى المفاجآت في نصف الليل التعليم تحذر من الغش الجماعي في امتحانات اولى وتانية سنوية والاعقاب شديد الدكتور طارق وزير الترباط التعليم والتعليم الفني قال الفترة المعلنة لمجموعة محافظات هي الفترة المتاحة اسناء الدخول الى الامتحان من هذه المحافظات ويبدأ العد منذ بدء الدخول واضاف خلال رده على احد جروبات واتساب دولة الامور اليوم قائلا اي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات وكانت وزارة الترباط التعليم اعلى الجدول وانا سايبه لكم في التطبيق واسبه لكم برضو رابط اسفل الفيديو بس هي المشكلة في حاجة دكتور طارق هو طبعا انا معاك الغش وحش مفيش منه مشاكل بس الغش الجماعي ازاي هتعرف ازاي انت تعرف ان كان ده بيغش ولا بيغشش ليه ازاي انا عاوز افهم هتعرفها ازاي انت بتقول دلوقتي هل انت حال موحد برضو ما قلتلناش هل انت حال يبقى موحد للمستوى الجمهورية ولا مستوى المحافظة ولا مستوى الادارة برضو ما نعرفهاش بس المرجح اللي تبقى موحد بس موحدة ازاي ما حدش على لكن يا جماعة الدكتور طارق بيحذر اي موحدة الغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا عشان كده عدم التحال باستخدام ما نمنحه من تسهيلات هنشوف والله يا دكتور طارق احنا معاك وحدة وحدة هنشوف هتمنع الغش ازاي او هيبقى العقاب ايه هنشوف الكلام ده في الايام القادمة او بكرة او خلال ساعات في اي وقت وزا ما اوعدتكم اي حاجة في اي وقت ما نزلها لكم والخبر حالا الساعة اثنين الى التلات داق بالزبط ربنا نسترها علينا جميعا ويا طارق اللي جاي ربنا نسترها ده كان تحذير شديد اللاجة من دكتور طارق قبل الصحور اتصحرهم وكلو هيمر حتى لو مر في امان الله اشتركوا في القناة